أمام حضرتكم قطعا هناك صراع مشتعل الآن بشكل كبير للغاية بين أمريكا وروسيا ويبدو بأن الحرب العالمية الثالثة الآن تدق طبولها بعد طلب رئيس الأمريكي جو بايدن من المواطنين الأمريكيين مغادرة أوكرانيا فورا نفس الكلام بالنسبة لبريطانيا التي طلبت من رعاياها مغادرة أوكرانيا فورا حتى العراق طلبت من رعاياها مغادرة أوكرانيا فورا رئيس الأمريكي جو بايدن قلب أنه لن يقوم بإرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا لإجلاء الأمريكيين من كييف وأن عليهم الرحيل في أقصى سرعة عبر الرحلات التجارية ويبدو بأن هناك رسالة استخباراتية تشير إلى اقتراب الهجوم الروسي على أوكرانيا لأن هناك حجد روسي كبير من القوات على الحدود مع أوكرانيا أكثر من مائة ألف جندي روسي هناك هذا الأمر يدلل على أن هناك تطورات كبيرة للغاية في تلك المسألة ترجمة نانسي قنقر